بمتابعة واهتمام من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي واصل فريق الحرس الملكي رحلة الوصول إلى قمة جبال إيفرست بعد أن ودعهم سموه في الفترة الماضية وحرص على دعمهم لتحقيق الهدف المنشود وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الثقة كبيرة بقدرات أعضاء الفريق بتحقيق هذا الإنجاز الكبير وتسجيله في السجلات المتميزة والإنجازات للحرس الملكي ورجالاته البواسل ورفع علم المملكة عاليا في أعلى قمة في العالم مبينا سموه أنه حريص على دعم أعضاء الفريق في تحقيق هذه المهمة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن هذه المهمة الصعبة سيكون لها أبناء الوطن القادرون على تجاوز الصعب والتحديات على الرغم من الأحوال الجوية الصعبة التي تنتظرهم ونحن على ثقة كبيرة بقدراتهم خصوصا أنهم يمتلكون روح العمل الجماعي والتكاتف ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح وأضاف سموه أن وصول الفريق إلى معسكر قاعدة أفرست يؤكد الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق في الفترة الماضية حيث قطع الفريق أربعة آلاف وتسعمائة متر إلى خمسة آلاف وثلاثمائة وثمانين متر في قاعدة خومبو آيس فول متمنيا سموه للفريق كل التوفيق والنجاح هذا وسيكون أمام الفريق يوما للتأقلم مع الارتفاع الجديد قبل إجراء تدريبات تنشيغية لمدة ثلاثة أيام على تسلق الجليد وعبور السلسلم علما بأن منحدر خومبو الجليدي هو مرحلة تتطلب أقصى قدر من التركيز والاحتراف بسبب حركة الجليد وخطر الانهيار الجليدي ويتمتع جميع عناصر الفريق بلاياقة بدنية وبصحة جيدة وإن ظهرت عليهم بعض أعراض الارتفاع في مرحلة ما من الرحلة ويقوم الفريق كل يوم بفحص تشبع الأكسجين الخاص بهم والذي يبلغ في المتوسط في هذه المرحلة من التأقلم حوالي 85%